في ناس يا دكتور بيبقى فاكرة ان هي عشان عندها السكر ما ينفعش تعمل عملية الماء البيضى أصلا هو يعني من ضمن الحاجات اللي بتزود الماء البيضى السكر يعني مش بس كده ده في نوع معين من الماء البيضى مرتبط بوجود السكر تمام يعني ممكن يكون السكر عامل من ضمن العوامل اللي بيساعد على الماء البيضى ولا زيادتها يعني هي قريدي بتبقى موجودة هو بيزودها ولا بيجيبها أصلا ساعات يجيبها وساعات يزودها تمام فاهماني فبالتالي نسبة كبيرة جدا جدا من اللي بيعملوا عمليات الماء البيضة بيبقى أصلا عندهم السكر فبالعكس إحنا مريد الماء مريد السكر بيبقى هاممنا جدا إن هو يبقى طول الوقت قادرين نشوف الشبكية ونعليجها طبعا إحنا مش بنعمل أي عملية ممكن تكون الماء البيضة خفيفة أنا شايف الشبكية كويس خاص مش هحتاجة أعمله عملية وهو شايف كويس لو هو شايف كويس وأنا شايف كويس خلاص الماء البيضة دي مش مؤثر على النظر فبالتالي مش هنعمل يعني مش أي حد عنده ماء بيضة محتاج أن هو يعمل عملية ممكن يعيش طول حياته يا دكري ما يعملش عملية لمجرد أنه متابع بس فكرة الماء بتزيد بتأثر على نظره الشبكية واضحة زي ما حاجة بتقول يعني مرتبطة بدرجات معينة إحنا المريد بيمشيها خطوة بخطوة مع الدكتور بالضبط يعني هو من أشهر الأسئلة اللي بتتسئلي طب أنا الماء اللي عندي دي هتستوي أمتى؟ أو أعملها أمتى؟ طبعا إحنا ما بنستناش أبدا أن الماء البيضة دي تستوي تمام؟ لأن الماء البيضة استوي دي مشكلة جديد يعني إيه دكتور تستوي؟ يعني إيه تستوي؟ إحنا هنا خلينا نشرح لو قلنا أن الماء البيضة مثلا جات في جزء محدد كده معين صغير في الحضقة بتاعة العين دي كده جزء واخد جزء طب إحنا لو جينا سدينا الدنيا دي كلها خالص كده أفلنا رؤية خالص كده الماء البيضة استوي كده مجد مش شايف حاجة خالص إحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي لأن في المرحلة دي بتبقى الماء البيضة نشفت بقت زي الحجر مش عايزين ده يحسن يعني معنى كده يا دكتور أن الماء البيضة دي مش بتيجي على العين كلها لكن بتبتدي بتيجي من ناحية أجزاء معينة وتبتيجي تطلع لحد ما لو هنتكلم على الرؤية كلها مش بتيجي مرة واحدة بالظبط وتقل تقل لا هي بتطلع على العين أو بتيجي من جنب معين بالظبط كده هي بتبدأ تدريجي وتبدأ تزيد عشان كده إحنا بنقول إمتى نعمل عملية الماء البيضة لما الماء البيضة توصل لمرحلة إنها تعيق الرؤية وهنا بتختلف الرؤية من إنسان للتاني بمعنى لو الإنسان ده شغله يتطلب أنه هو يبقى شايف أدق أدق التفاصيل فلو هو شايف من غير عملية أو في وجود الماء البيضة شايف قوة الإبصار عنده ستة على ستة لكن جودة الإبصار بعيفة ما هو إحنا ممكن في حاجتين عندنا في حاجة اسمها قوة إبصار وفي حاجة اسمها جودة إبصار فلو هو شايف ستة على ستة بس هو طول الوقت شايف شابورة قدامه في تفاصيل في شغله لو هو شغال في حاجات مثلا مهندس بيرسم أو إلكترونيات أو دكتور جراح أو حاجة كده الشابورة دي تضايق تخليه مش شايف كويس ده نعمل له عملية ماي البيضة تمام طب لو فيه واحد تاني يشايف ستة تسعة مثلا بس هو الاكتيفتيز بتاعته الديلي اكتيفتيز بتاعته مش متأثر بيقول له أنا مش حاسس بمشكلة أقول له نتابع نشوف ونتابع فاهماني لو ماي البيضة وصلت إنها وصلت لمركز الإبصار أو بدأت تدخل في مرحلة إنها تستوي ساعتها أقول له لأ لازم نعمل للعملية يعني العملية بتكون عن طريق حاجة تاني إما شكوى من المريض أو خلاص وصلت لمرحلة ما ينفعش المريض يستنى أكتر من كده بالضبط كده